السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة طبخة ومعلومة مع قومة تسليم ده الجزء الثاني يا جماعة بتاع الجولة بتاعتنا ده منبر متنظف يا جماعة كان بعشرين جنيه ودي لحمة كده متقطعة متحضرة في الطبق بخمسة وسبعين فيه بتلاتة وستين فيه بحاجة وتمانين دي اللي كيلو المفروم بواحد وثمانين جنيه يا جماعة بصوا جميلة قوي دي الفراخ فيه بواحد وخمسين بواحد وستين فيه بواحد وسبعين حسب ما انتي بقى كل واحد وعايز يعني ده اللي هو يا جماعة اللحمة اللي هي بتتعمل بوفتيك ده فيه منها ده السجوء يا جماعة البلدي اهو ده كان بحاجة وخمسين برضو فيه ده حاجة بسبعة وربعين جنيه اللي بقول لكم بتعمل بوفتيك ده كان فيه منه باربعين وبتلاتين وبخمسة وتلاتين كده دي بقى الاسماك الجنبري بقشره متأشر كان عليه عرض يا جماعة هناك بواحد وتسعين بدل مية حاجة وتلاتين اه وبرضو فيه هناك البصل والفلفل اه كل حاجة هناك اسعارها جميلة جماعة جدا والله وعلىها يعني علىها خصومات انا رحت وشفت بعاني دي اللي بتزج جهزة اللي انت بالجباد سويها على طول اه فيه بسبعتاشر فيه بطمنتاشر اه فيه بحاجة وعشرين اه 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 دي بالجبن وفيه باللانشون وفيه بالفراخ اه بتاخدها على طول دي جهزة بتدخلها الفرن دا الاسم يا جماعة بق الهو العشق كل Woo الطرط و الجاتو التورط دي يا جماعة دي كات عاملة مية تمانية وخمسون اللي بالشوكولاتة دي آه اللي جنبيها مية حاجة واربعين مية وخمسون آآ كطع الجاتو برضو اورهالكو برضو بصوا يا جماعة باس صراحة تورطية تورطية يا جماعة صراحة بتتحدث عن نفسها وده الجاتو اهو وده اللي برضو جتاهات انا ببرو باريكم جتاهات هي كت بحاجة وستاشر وكده وده برضو اهي التورت برضو دي بمتين جنيه اهي الاسعار مية اربعة وعشرين اه متين وحاجة اهي اه كل حاجة بقى يا جماعة وحسب السعر بتاعها والاسعار معقول انا شايفة ان تمن التورتة ده معقول يعني اه ده بقى دخلنا بصوا يا جماعة كيك ده ان شاء الله باذن الله اهو انا هنزل بكرة هجيب برضو باذن الله منه تاني ده بتسع وعشرين جنيه كيك عادي وكيك شوكولاتة في باتين اه وفي صراحة المعجنات طرية جدا يا جماعة ولا ولا نشفى ولا اي حاجة ولا بصوا تمسكوا الحاجة كده جماعة لها طرية جدا وحلوة اوي واكنك لسه طالعا من الفرن انا وانا بقى بجيب كده جماعة وبصول لقيت الراجل اللي هو بيعمل العيش السخن ده اه ندهل وقال لي صوريني وانا بعمل العيش وصور العيش هو طالعه وسخن كده قلت له ماشي اه وده برضو بص انا باوريكم الحاجات دي اللي انا مسكها بقى كده عجبني اوي بتسع وعشرين جنيه انا هروح بكرا ان شاء الله بس بكرا طبعا مش هصور لان والدتي هتشتري حبيت حاجات وراح معاها يعني انا جبتها حبيت حاجات على قد دي يعني العيش بقى ده انا دهلي وقال لي تعالي صوري اللقطة دي كده والعيش طالع سخن وفيه بلح هناك ده بالفوزدق وخضار برضو حلوة هناك الحاجات طازة وحلوة صراحة كل حاجة حلوة هناك يا جماعة والاسعار برضو كويسة وكل واحد حسب مقدرته يعني وما هيشتري مش لازم انت ببهرج اشتري على قدك انا روحت النهار ده اشتريت على قد ده ده فلفل وكوسة والحاجات معلبة يعني محطوطة في العلب ومقفولة برطقان وجوافة ولمون وهنا الفاكهة برضو المنجة ب 19 جنيه هناك التفاح ب 18 جنيه جماعة بس جميل اهو خطير 19 جنيه المنجة ها خدت المنجيتين قطعوا 30 جنيه بس كبار يعني ونشفين صراحة البتاع ده اللي هو السودور الكوكيز ب35 وتلاتين جنيه انا صراحة ماليش في المجمدات قوي يعني مباشتريهاش ما بحباش محبش الحاجات المجمدة وده اللي انشون اه كل حاجة هناك موجودة يعني ده اللي انشون بقى بانواعه وبقى سعاره اهو وده السجوء والسوسيس كان بحاجة وتلاتين ده السوسيس برضو ده كان بحاجة وتلاتين اه ده اللي هم ده بقى صراحة بسترما اه 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 وده برضو ده كان ايه تسنيم كورني فليكس والحاجات اللي بتتحط على اللبن دي والا اه وده المكسرات برضو فيه مكسرات هنا برضو اه وفيه سحلب هناك وجمع بصوا يا جماعة التوابل هناك خطيرة والنوتيلة والنوتيلة برضو هناك كان عليها عرض ده الهوت شوكولت انا بحبه قوي على اللبن بيبقى خطير اه الكيس كان باربعة جنيه وده بقى الكريمات يا جماعة بقى اللي هو الكوليجين والحاجات دي صراحة كريم ايفا سري دي اللي هو بمية الدهب يا جماعة يلا هو بيكان بمبلغ وقدر بميتين وحاجة